من جديد نحييكم في جزء الثالث والأخير من برنامج أحكي بارنا حديث لازال مستمرة متوسنا حول البداية الموفقة لفرق وبداية صعبة وسيئة لفرق أخرى وموضوع متعلق باختيار طبعا المقاييس والمعايير التي يتم اختيارها من طرف الرؤساء ومسيئر الفرق في اختيار طبعا المدربين سواء كانوا جزائريين طبعا أو حتى جانبه وفي ختم ستكون لنا صورة للعب عيسى منذي 100 مباراة طبعا لهذا اللعب مع المنتخب الوطني سنتحدث عن مستوى عن أدائه طيلة 100 مباراة لكن يبقى بأخلاقه طبعا وبأدائه من مباراة تختلف طبعا مباراة إلى مباراة ومنافسة إلى منافسة ولكن يبقى مثالي ونموذج طبعا للعب طبعا المحترف لأنه في اخر مطاف كان يمثل الألوان الوطنية وكان يمثل بلد طبعا اسمه الجزائر لأن القرآن الجميل طبعا للعب أيضا اختار الألوان الوطنية وكان لعب ربما حتى من خلال حديثه مع الأنصار في بواكي مؤخرا وأيضا تحمل المسؤولية ولو تعطيني صورته يا وليد أبدأ بأيسا مندي وأعرش طبعا الحديث عن الرابطة المحترفة لكرة القدم إيسا مندي محمد شعيب خلني نقول لك لعب نموذج لعب مثالي أدى مباراة في المستوى وأقفق في مباراة وليمكن لأي لعب في العالم يبقى بنفس المستوى طيلة مشواره الكراوي هذه كرة القدم لكن في أخر المطاف يبقى هذا إيسا مندي ما كيش يخلق البلبلة والمشاكل وسط المجموعة وكان اللعب يتالي ونموذج وأيضا كان يدافع للجزائر ويدافع الألوال الوطنية تعليقوا كم محمد شعيب كون صراحة شو كماذا نجي توجو رسبيكتير للجوار هذا النهار جام بالفريق الوطني والأخلاق تاعه هي اللي خلاته باش نسقع نسقع تحبه كما قلت كما قلت كما قلت كما قلت كما قلت كما قلت عمور ما شفته هدر ولا تدخل في الجورنان ولا في تليفزيون ولا هدر على مدرب ولا على أصحابه ولا إلا توجور تصاريش تصابيليتي باش يقابل الجورناليست ولا الشعب ولا الأخر ما قريك ما كانش كابتن دي كيب مليوم تشوف الأخلاق تاعه وهذا اللي خله باش يمشي مئة مقابلة وما زال يوصل لها دقل ليس نهاية مشواري مع المنتخب شوف رهي لعبه ويلعب في ناديره يلعب راكود دوروف اللي هو الليل كاس ربيطة تبطال اللي هو الليل دون كان أقول باللي المشوار تاعه كان مشوار في المستوى من ناحية العقلية من ناحية اللعب من ناحية شوف أنا شتوجور دي باللي جوار لي عندو للتريب inexpensive ف ف ف ف قلتها صحي مدكر محمد يعرف 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 جيري لجوع يجوم البعيد يعرف يعرف ي GYESPOOSICION بيان عندو عندو لنسترى بيان بالطبع، كما يكون هناك مباراة دائمة في المستوى. ومن المستوى، ومن المستوى، يجب أن يكون هناك مباراة دائمة في المستوى. أريد أن نقف عن هذا اللعب بإختصار سمين بوجام. ما هو المستوى؟ على المستوى مندي، كما قال محمد، من ناحية إنضيباط، حب الفريق الوطني، يعني كل شيء، هو نظر بإختصار لعب في الفريق على أعلى المستوى، هي نقص المنافسة. نقص المنافسة، ما كانش لعب بانتظام في الفريق التي خلت ربها المستوى الفني. كنا نتحدث عنه كثيراً. حتى إعلامياً. عندك يا محمد تعقيب حول مشوار لأبي وطبرنا موجودة، شكراً صراحة. في وقت قبل ما جاء أقول كيف، كان الناس يتكلم على ضعف مندي. صح. كنا تكلمنا هنا في هذا البلاطو، نذكر. في البلاطو، وقلنا بالمشي هو اللي دعيف، المنظومة اللي دعيفة. صحيت. كل مرة وإن كان خارج النطق في المتخب الوطني، كانت المنظومة هاشة دفاعية. طبعاً إلى الربيط الوطني المحترفة لكرة القدم، والحديث لزلنا مستمراً ومتوصناً طبعاً حول الفرق الجزائري وحول الموضوع المتعلق، المقاييس والمعايير في اختيار المدربين في البطولة الوطنية. بسمي البجاران. كان ذكرت اليوم بكل صراح. الله. هل أنتم الحلقة الأضعفة اليوم في المنظومة؟ رمعات المدربين لايباك؟ المدرب في الجزائر، سلوماي وفاة بتاع القاعدة الأخر. صحيح. لأن أحد ذلك لم يبقى مدرب كما يقولون عنده شهادات، أو عنده نسيبي، أو لا. المدرب هو الحلقة الضعفة، أو كما يقولون كيف يقولون الفيزيب. يعني نيفو التاع أو الأخر مختصر على النتائج، تدير نتائج. أراك أحسن مدرب، لا تدير نتائج توليه كما يقولون في النسيان، ورأينا نشوفه يعني عدة مدربين عندهم كون الجزائر عدة مدربين. يعني كيفش في النسيان؟ هل في النسيان مع أنتكم جديد بو ماناجر، ولا وكالات مدربين، ليطرحوا الإسم بتاعكم بقوة من خلال السيرة الذاتية، من خلال الخبرة، من خلال التجربة، من خلال شهادات عليا؟ هل المشكلة في لوبي يتلعب بنفس الأسماء؟ لا يوقع اليوم أنا معك واحتراماتنا، تكلمت الأسبوع الفارط، ومن حقيقة تتجاوبني عليها، يعني كاروف أنت تكون في رأي القبة، ومن بعد يتم إيقالتك أو استقالتك أو التطلق بالتراضي المودي الجديدة، ومن بعد ثلث أيام يومين نقاك في أمل أربعة، أسكي إصاصي لوجيك، مدرب بعد بداية موسم، نقولوا بدايته كانت صعبة، بعد يومين يقارحوا في أمل أربعة، وربما بعد خمس أيام، أو ثلث جوالات يقارحوا في فريق خمس مليانة، ومن بعد ربعة جوالات نقاها في شابة مشرية، إصاصي بان لوجيك، المشكلة هم في الرؤسة النوادي والإتحادية والموديلات الفينية، اللي محمد المدرب، بسعى المدرب اللي يحترى نفسه، أنا مقدرش اللي ينفر بعد جوالة في فريق، هم بعد جوالة نقاها في فريق آخر، المدرب كماذا، المدرب كل واحد على حين، لك حقرد، لك حقرد سبير، كل واحد وشخصيات تاعه، كل واحد والكاراكتر تاعه، كل واحد والمبادئ تاعه، دوكرة تقولي، هذا المدرب، نظن بللي، الجاب راه تكون بشيء مدرب، كما تكلمناك مقبل، حتى ويروح من فريق، أنا نظن، ما عليش ما نسمع؟ يروح من فريق الفريق، ما راحش من مدرب راح يخدم في شركة بشيء يخدم إنجينيور ولا، راح فيه، مهنة تاعه، مهنة تاعي، ما عليش حب نسمع هذه أنا؟ كي تقولي مدرب، حياتك قاع وانت تخدم باش تقولي مدرب، ربما قريت، ربما درت شهادات، ساكري فيت، حياتك قاع باش تقوليك مدرب، ومن بعد تشوف بللي انت الحلاقة الضعيفة، وين في يعني تسعين دقيقة تقدر تكون هي السبب بتاعك، تعال، صحيح، وباش يكونوا باراك الله فيك، وباش كونوا موصفين، بالفعل هذه مهنة وهي مهنة مدرب، لأنه لو جه، وجهت قوانين من طرف الاتحادية، أو المديرية الفنية، في حماية المدربين، لأنه يعلم جيدا لو غادر رائد القبة، ربما ما يعمل سنة، ما يعمل سنتين، ما يعملش للسنوات، باش ما نضلمش أيضا للمدرب في بعض المرات، لأنه نقام منظومة مهترئة، محمد ميهوبي في بعض المرات يطلح اسمك، وأنا آئي ما أقول، يقولك ميهوبي أو غايب، مثلا عنده سانة مخدمش، سامير بوجهران عنده سنتين وثلاث سنتين مخدمش، سامير بوجهران عنده سانة ونسبة مخدمش، هذه المدرب هدا لعب، لا يلعب. نوافقك. لكن الذي يصلنا للمدرب يقولك لا يوجد أجور. أنه نجيبه الزنطنان الذي يرام الآن في المرشي. اليوم هو اختيار ومكتوب وقضاء وقدر. ولكن كان الأشياء اللي لازم الإنسان يعمل بها أن المدرب الجزائري كما يخدم سالشور ولا سنة يقولوا ما يخدم سالشور ولا سنة. ولكن لوران بلان كما يخدم سالسنوات يروح من الباب الكبير للفارق كبير في السعودية. والله يأتي المنتخب الرطاني الجزائري. والله يروح المنتخب التونسي. هل زيدان كارو حابس ذو كاربع سنوات يقولوا عليه بل زيدان حبس؟ لا. لا. هذا الجواب. هذا اللي يقولوا. هذا اللي يقولوا. الله موضة جديدة. أسكو هما يعرفوا. يعرفوا. عرفوا. أسكو يعرفوا. الله يعرفوا البالون. شوف. حاجة ما تغير في فوتبول. يقولوا هما هما. وش يتغيروا؟ هل يتغيروا؟ هل يتغيروا؟ هل يتغيروا؟ هما يتغيروا؟ كل واحد يجيب سا بروب كونسيبتون. هو يخلقها. صحيح. هل يتغيروا؟ إن س nós عام أعمل. لكي أتغيروا إن سابقه خلفي ساعدت حد. رواه 3. في العام. سوف ينفعون الفوتبول. ينفعون الفوتبول. هذا الشيء. لا يعرفوه. أنا أرى أن أقول لك اليوم. أنت قلت الكريتير. لا يوجد الكريتير كامال. لا يوجد الكريتير. أنا أقول لك. كيف سنة جاي؟ كيف سنة جاي؟ بلقود العام للعام لك. مع المسيرين. أنا قلت. هاي. إذا لديك مليحة مع فلان 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 فلان. تخدم. علاقات. علاقات. لازم عندك انكرني دادراس مليح. زيادة على هذا كائن ثاني مشكل كبير. اللي هو عسقط كل مدرب على حيده. كل واحد وشخصيته وكل واحد كاركتر تاعه. انت اسيطولك نورمال. موسيّر في بداية السنة. يدعونه ريكوت موتى اللعابين. تبقى اسمعنا قبل انتلاحك. يجيبون ونطرين عساني. تبقى طوله ولا يعيطونك ويقول لك هذا المدرب ولا ركز جاي من أجل. من أجل الراتب. تقبل له وتخدم وانت تقول لنا ماذا تدخلني. نخدم ولا مشت مشت ولا مشت مشينا. ولكن عندك 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 خصية عندك حوايج. يعني أدنى أشياء تاع العامل. كي يلازم لك مثلا تجي في الوقت مناسب اختيار لعبين. ما تحبش يدخلو لك في صراحية تاع الفريق. تكون عندك ورقة بيضة في الخدمة. قدامنا ربما هاد الأشياء انت لا تساعدهمش. لا تساعدهمش يمشيون بعض المدربين. لأنه ربما المهم يخدم ياسري كما قولوا. نحن راتب بتاعه. ولكن على خشي المشروع الرياضي في الجزيرة. غير موجود. غير موجود. غير موجود. محمد ميهوبي. عندما تجولت حملة لأي مدرب يخفق ربما في تحقيق نتائج إيجابية. هنا نعرفه بداية الموسم. هناك مشكلة تنسيق تناسك ما بين الخطوط الثلاث. المشكلة تعلابين وما زالهم اتقل لك تحت تحضيرات. ما دخلوش في ريتم البطولة ربما ست سبع جوالات. نحن بعد أي نتيجة سلبية والعاجب العاجب يا محمد ميهوبي كان دي زنطرنا في فترة التحضيرات يبدأوا الانتقادات عليهم. كان ماملة قبل الأخرى قيت نحا وقبل الأبيضات. يعطيك صح. أحدرنا على كل شيء وهذا نسمير على الكلمة. صحيت. اليوم شكل يراهو ينحي في المدربين. نقدر نقول لك بللي ما هذا ما مدربين. كيفاش مدرب ينحي مدرب. ينحي مدرب ينحي مدرب ينحي مدرب يكون في التصالات وانت اخذ دهم وفي التصالات مع فلان ومع فلان وعندو تروازي أروا حاكم أو حاكمي كيف وخايف يتنحا وعندو رولة شمع تروازي كيف. شوف العجب العجب. رغو السعير العجب في المدربين. من المدربين. والناس كسبتهم سهلين رمتينين بمشاهدهم. نعطيك كمال عينا ببرك. على مدرب يعرفوا الجامعة. كلمت على المدربين ليكون هنا يحبس هنا يروح لها. وعلى ما تكلموش على مدرب معروف. باللي كيحبس في فارق. ما يزيش يخدم حتى العمجة. راشيد باراطة. اللي عندو 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 كاريز ما تاعو شخصية تاعو. من بكري منها نعرفه يحكم فارق. يحبس شوف الجولة التالتة. واللي يخدم ستشهور كي يحبس. ما يزيش يقول. ما يزيش نخدم حتى العمل جاي. على. العقرية تاعو أنه. ما يقدرش يحكم فارق في وسموت. تخبار تاعو أنه كي يبدأ في فارق. يكمل في الفارق هذاك. ما يزيش يخدم حتى فارق. ما يخليش هات النوئية على المدربين. ما يتحوشون في البطولة الوطر هذه اليوم. ننتصوا أن ننترحوا. بالكفاءة تاحهم. بالشهادة تاعو. بالشخصيات تاعو. بالشخصيات تاعو. مع الإكزوم. راشق باراطة تسين حيوة بالمناسبة. لي أصغر بو درب. في البطولة. نتذكر. نتذكر. هذا البطولة. هذا الجمعية طهران في 91. بارك الله فيك. في فارق لي ما كانوا عندهم لعبين. نتذكر. نتذكر. نتذكر ذلك. بالمستوى تاعو. باكتور في كما حكتنا في الناحية الأخر. ما يخدمش في منظومة اسمه كما هذه. نعم. نعم. ما شعب. ما دولك من دولة نقارن ولا. ما دوي. دولة كوب دافريك. صح. очت plataforma. عمنا في محر 없는 المنزل. 90. هل قالوا عن المسؤول عن الشررى؟ صحي Fund Wieminス. فهل يجبون على هذه المنزل منزلين منANC. نعم. 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 رب. نعم. أنظر مناسب 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 الجزء للمناسب المناسب جميع المصدرانات التي تعتمد الكثير من المناطقات التي تدعون من المال. هل هل يتكلمون لفرقة تلك؟ يجب أن ننظر أفضل المناطقات التي تستطيع ويجب أن يتركز المناطقات التي ترغبناه سينا نقول لك حاجة ما نشح نخرجو من هاد المشكل اليوم عنا ستة ولا سبعة ايكيب قادرين بيان ارمي يديرو يجيبو اللعب اللي يحبو وكاين ستا مساكن رامي اللعبو ويجروا لي ما يقدرش من يشري ما فقر عاما أنا كي نسمع بوالي نتوقف عند هذه النقطة بوالي تحدث عن نقطة جدا مهمة وهي ما فيش احتراف الجزائر بالفعل ناو كنا نتكلم عن الموديل ايكوناميك اللي لازم دولة تقوم به بسك هدا راح سيلا بولير يفوت بول ناصيونال اليوم عنا ستة ولا سبعة فرق اللي عندهم شركات يتصرفوا كم يحبوا وكاين ستة ولا سبعة وشفنا راح هاد الدخل تاعة المدرب بوالي ينحيوه شوفوا الارسي قال الحقيقة قال الحقيقة مش غل الحقيقة بنا دمك يسمع حقدات القلوش هاني ندير في الفوتبول هنا مع الناس هادو قر عاما ما عندوج مساكن قر عاما وكاين لي جيب ما شغل يخسر مليار ومئتين على انجوار تاعة المدربة هانه نخسرو في الصناباح 2 اين400 مليارا على عام على الجلد باش نشوفه مقابلة لبطولة لكل عام يموتونا الناس في الصداد ماشي غير سيب لازم لازم دولة لازم توقف على هذا الشي دغطة جيدة مهمة محمد بيهو بيسان بجارة انا نظن باللي محمد دو عاشد للاح بريود نظن احنا احنا ما نزلنا ما نبعد على الفروفيشيوناليزم الاحتراف نظن باللي احسن احسن وسيلة باش يعاود فوتبول تعني يعاود يرفع المستوى تاعو نعودوا نقول له كما كان كناك بكري ال ازاي سبي شركات بصح شركات ماشي باش تمد ربعمائة مليار باش تصرف فيهم تخلص لعاب بثمائة مليون في شهرين وقد يكون قانون ويكونوا ديبارة اللعاب صح لعاب عنده لابيتة او اقسيرة عشرة ولا خمسطاش نسانة سينو الماركة يتقاضى لكن يتقاضى يعني راتب شهري في المحقول والدرعهم يروحوا في سي بلوس في التكوين في التكوين في التعليقات في التعليقات في التعليقات سألوني الموضوع تعنا الموضوع مرورة الكريتير بتكلمتوليش عليهم اليوم الورقة الاجنابية هي راي سبق على الورقة البحليية مرى البوشكينا سامير موحمد تقول صراحة كان برمان مصالح شخصية يا كامال وشبكي بغد النظر على مصالح شخصية هاليوم من الاسماوات تاعكم مرى يا مرى باش كايين ليست بلاك كايين قائمة سوداء بحطوطها في المدرب الجزائي مكعشف 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 ذلك ليس كما قالوا ولكن كايين كما قلت في الأول دي كونتاكت الصحابة الصحبة تكون لازم في السرطف تروح كل يوم الوحد the epicenter وين دوره فلان وفلان وفلان بارك الله سواء في بناء كنون أو في القبا أو في 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 الصندق أو في في لازمش ترقد. هذا ما. خليك. خليك. لازمش ترقد. هذا هي. هذا هي. لازم تصهر. لازم تخرج. لازم تخرج. لازم. حنا خاطئنا عاد شيء. حنا خاطئنا عاد شيء. وكل واحد المكتوب بتاعه مع الله سبحانه. سبحانه عز وجل. لا تفرح لازم تخرج. لازم تكون في�도. لازم تكون. لازم تكون. عندك اسمع. ج complicated by a agent. لعنده علاقة منه مع البرزيدان. تقول لنا حد للفيليا لتونيزيان. والفيليا للتونيزيان. مشغل في الزايرهم. وهي بارتو؟ في سعودية. في سعودية. في كويت. في كويت. في الإمارات. في قطر. حسنا عندهم عندهم خال يمن. تجارسوا المصريين. بعد ما كانوا المصريين. ومالي كانوا. مصادم. كان محمد. كان عملت اعتحادية. كان عملت اعتحادية ومديرية فنية في الجامعات التونسية. اللي تدير تسويق. كان إعلامي. يرافق المدرب أيضا التاعول المحلي. يرافقوا من خلال تسويق الصورة. وتسويق الشهادات. وتسويق المستوى. أنا أتكلم بعض المرات. اللي كان يكون المدربين في الجزائر. قال لي. للمدرب التونسي. رأوا إلي عاشور. جاءونا مدرع رياضيين جزائريين. كانوا في البلاطون. المدرب الجزائري محقور. والكفاءة الجزائرية محقورة. ونجم يعطوننا الفرصة. ونرأتوا مدير الديركتور سبورتي في مدرع رياضيين. جبتوا دي زيت رونجي. جبتوا مدرب تونسيين. جبتوا مدرب أجانب البطولة الوطنية. كان هناك مشكلة سامير بوجران. باش يكون واحد مأمن بكم. واحد مأمن بواحد. كما كما شوف. كان مشكلة محمد. كما شوف. شكل اللي قصر في المدرب المحلي. هو المسؤولين. المسؤولين دخلوا في رأس. المحبين تعال الكورة الجزائرية. بلي ما كاش كفاءات في الرياضة. دخلوهم في رأسهم. دخلوهم في رأسهم. كبير عليها. كبير عليها. كبير عليها. سيت قراء عندو الشهادة في التدريب. حياتو كان عندو فيكيتا انترنسونال. كان ليني هو رأو أجور مأت المنهجية التدريب. وما تجي تاني البنو يوزن. كبير عليها. هادي تاني تاني إشكالي. لا 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 لا. ما تكلب؟ ما تكلب؟ أسمع وش قلت مقبل كامل أنا. قلت لكم ناخدو لك زم تعماضي. شمبيون. شمبيون دافريك. ما 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 نقيموهش هنا. لا نقيموهش دائما يعني. هادي تعمل بلد مقيموهش. في الفريق يستعد لكي تعمل بلد مقيموهش. لذلك كبير عليها. كبير عليها. هادي تتحالف كامل. سليماني قال لي كلمة الأمس. قلت لكي تنفرمين بعدها قلت لها الفتا. قلت لكي تتحدث عنها. هادي مدرب سليماني. مدرب سليماني. قال لي كنت أصدق في هذا البلد. وفصت بمقابلات. ومقابلة سهلة في بلادي خسرت اثنين واحد قال لي شافوني كيفاش خرجت من الفستيار كيفاش هدت مع اللعبين وخرجت روحت قلي للوتيل تاعي قال لي انا جالس في الوتيل كلموني ارحب انزل كان البرزيدون وكان المجموعة كامل لديرجون قال لي نقلت احني هضروا لي على الموت قال لي ادوني خرجوني تعشينا ضحكنا قال لي تكلمني على كل شيء إلا كورت خدمة قال لي اعودوا رجعون للوتيل قال لي قاعد الخمم قال لي انا جزائري فهمت بلا حين يحوني قسرت المقابلة السهلة قال لي فهمت وش معنتها شكو المسيرين وكيفاش يفكر المسيرين وكيفاش يقيموا المدرب اللي هو المدير الفني عبك في الدول العربية في مصر في مصر وش يقوله المدرب يقولك المدير الفني شو يقوله ديركتور فيني اللي هو الديركتور تيكنيك هو الشابوطي الكوتي تيكنيك ايكيب سينيور وحتى لزي سمار بيوتات كاري حتى من الكاتيغوريجان سينيور احنا مدرب هداوش نقصر عليه حتى في البلاطو كنجيبوه مدرب نقصر عليه هل كنت مدرب شخص كبيرا وكن قولوا له مدير فيني سيم البوجان مؤخدته كافورو انا كنت اتمنى كافورو اراي اخر شهد العليا حاليا في المجال تدريبي الفرق لي ما توجدش مدرب على قل قال لش كون ماوش قدام في هذيك البرومو تقدروا النقصيو مع باش نجيو يدرب لنا فريق من فرقتنا الجزائرية للأسف سيباليوكا تاني شي انتقدوكم قالك جابوا مدرب شاب من سويسرا يقر يساعدنا اني هو مونديالي معلش هذي انا انتقدت ومتعنا انتقدنا وهذا امر عادي واش تقدر توضحني حول النقطة هذي بكو صراح شوف باش نزيد نواجبك على هذ نقطة باش كنا مونا نشاهد وكي باش نجيقر يوم يجي يقول يا ده انا نشد الفارق هذي هنشد فارق وطني مش كونولوجيك اغلبية معلبل همش الهدف تاعد الكافورو ادو صحا حنا رانا في الكافورو مدت تربس مدت عام ما جيناش باش نقراه صحا هذا اللي يجو صحا هذا اللي يجي باركرا في فارم يجو اولا هاد شهادة هي هي تعتبر شهادة باش تسمح لك تدرب في المستوى العالي خدوها اليوم تروح السعودية في الفارق الممتازة ما عندكش الكاف برو ما تدربش بول كاف ولا ليافا ولا لازي برو ولا ما تدربش يا هذروا على الخبارة هذو كيجو قال لك حنا جينا مشي باش هم على بالهم بل ما جوش يقررون علي احنا احنا عندنا في المجموعة تعنا كان ضاقاتيرا قديرهو ما يمدوا محاضرات في تدريب وكذا تبادل كيما يقول لك الخبارات احنا واحد كيما مثلا سعدان سعدان الناس يتحضروا كداق على الكجاوة وكبير وما زالوا يتباع باش يعلم الجميع انه سعدان ربح سعدان كان شرفه وليد صادي كيما يقولو بار مشوار تاعو الحافل دالوا كيما يقولوا شرفوا يجابوا لهذا الاخور سي جيست فور ركونيسس دو الاخور اليوم يهدرو على هذو الخبارة اللي جاوا يمدونا دروس هدرو دانيرمو على فليب اسمو صنديروز اللي هو داعب داعب جا راو في الفيفا هذا العام كونسي التكنيك في الفيفا ارسونال 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 ها هو قال بلي أي نراهان فاس كيما يقولوا دي كمبيتنس دو نيبو يعني والناس يتقدر بهذا الجا صغير دائما نكون متوازن في الطرح تاعي ونعطي الحق الرد والتعقيب لأي موضوع Catherine كلمت عليه باش يكونوا موصيفين في أي طرح أو أي موضوع تحدث عليه طبعا في برنامج حكيبون نغتي معك بمحمد ميوبنا أنا أنا أتفهم بالكاف برو يعني الأسم بتاها اسم كبير صح ولكن المحتوى تاها محتوى نورمال مرموشي فورمي فيك وإنما سيسيري سيكري يسو شونجي دزيدي وباشي أعطي لك فرصة أنك تدرب في أي بلد من البلدان العربية أعطي لك فرصة المرشاح يعطي لك معلومات جيد لابد اليوم أن تكون هناك خطة استراتيجية من طرف الاتحادية من طرف المدرية الفنية لما تنقش تهتم إلا بالمنتخب الوطني ومنتخبات الوطنية أو تقف على مثل هكذا دورات تكونية تدريبية لابد أن يكون هناك خطة لتسويق المدربين الجزائريين للبطولات العربية والبطولات الأجنبية لابد من سن قوانين تحمي المدرب في بلده وتحمي حتى خارج بلده أعتقد هذه الإشكالية سنتحدث عنها في الأجزاء القادمة محمد شاي بارك الله فيكم سائل بتوجيديك معي يخياتكم صحة بارك الله فيهم الله يجزيك كنت متعليقا رفقة تضيف هذا العالم كمتى يا أخو الله يجزيك أخوان عزيز محمد ميهوبي شكرا الله يجزيك ونحن بيوم العبار يردروان داري لابليبيورو آآ اليوم جبنا هاتروان نحيي لبنت بتاعك محمد اللي يسمها إلاء ألاء 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 أيمي هوبي نحييك يا بنتي العزيزة وقولك تحيي خاصة وحراء من برامج حكي برامج حشوة يا حشوة سامي بوجران نشكرك على الاستيضافة ونزيد برك نضيف حاجات فعندك تيسارة بأبر جبلهم صحبة فريتاش ما يعني ما تفهم ناش في أمور خاصة اليوم قد برك أخ كمال مدى بيا يعني كنت عاود تولي النقطة هذه لأن كما يقولوا لحب رسالة بزاف على التكوين تاع الكافو برو مدى بيادي رحيصة يعني بإن الله نوادك باش ننبينوا واش هو المبتاعة هذا هو وعد مني هذا هو وعد مني والناس تأولي تأويلات كثيرة وراء الناس تطعن كما يقولوا في المدربين جزائريين وفي المستوى المدرب جزائي على الأمم بك اختيت مشكلة دوات من نساء وخصص طبعا برامج طبعا حول أتي الشهادة شكرا للموصول طبعا لويد مرجاوي طبعا المشرف على هذا العدد رئيس قسم الرياضي تحية أيضا لكل من أشرف على إنجحي هذا العدد من زملاء في قسم الرياضي لحسين العربية المغرج أغي لاز اسماعيل رياض في سكريف أعطيها أعطيها سكريف شكون لا يجزيك مريم في سكريف رياض تعريجي سير ظهر نشطة وواليد رايسي وكادر نمسيو أقول مبارك الله فيكم على التقطيع الرائع أمس في النبا من خلال لقاء النبا محمد شايفي صوت خليتك تال أخير معلم الله من زيتك طبعا وتحية لكل المشاهدين ليلة سعيدة في أهمال الله شكرا